هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئ اليوم لبحث الوضع في قطاع غزة يأتي نعقد الجلسة في إطار سلسلة من الاتصالات التشاورية الجهرية حاليا على مستوى المجلس للعمل على إصدار مشروع قرار بشأن تصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة كان المجلس قد فشل لثلاث مرات في إصدار قرار بشأن تصعيد في غزة حيث تم التصويت ضد مشروع قرار أمريكي وروسي وبرازيلية